عقد منتدى شباب العالم جلسة نقاشية حول إطلاق منصة شباب العالم لقمة المناخ وذلك في إطار فعليات منطقة الخضراء بمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في نسخة السبعة والعشرين والمقام حاليا بمدينة شرمشي الجلسة شهدت حديث عدد من شباب البرنامج الرئاسي حول التعريف بمهمة ورؤية منتدى شباب العالم كما ناقشت الجلسة الفعاليات والبرامج المختلفة والتي يقدمها منتدى شباب العالم والتي من بينها معامل منتدى شباب العالم ونماذج المحاكاة المختلفة بالإضافة إلى معرفة كيفية التقديم وحضور فعليات المنتدى وكذلك المزايا الخاصة بالحضور لتلك الفعاليات من اكتساب للمهارات الشخصية والقيادية المختلفة كما تناول شباب البرنامج الرئاسي الحديث حول ما تتناوله منصة منتدى شباب العالم من خلال الموضوعات المطروحة على أجندة الأمم المتحدة لقضايا البناخ في النواحي البيئية والتنموية والاقتصادية والاجتماعية